بعد أن تحركوا بتنسيق متقن في وقت شدة عبر طائرات تدك من السماء وحشود تزحف على الأرض صارت خطواتهم في الرخاء مصدرا للغيظ والقلق والتهديد وأصبح كل مربع في العراق ينظر إليه بعين النفوذ الطامعة إما إيرانيا أو أمريكيا جدل طويل وصراع أطول تفجر حول ما يسمونه تحفظا وجود القوات الأمريكية في العراق بين داع للخروج ومطالب بالبقاء ليأتي القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوي هود منهيا الكثير من التكهنات بتأكيده أن غالبية السياسيين في العراق لا يؤيدون خروج القوات الأمريكية هود أضاف أن الكثير من السياسيين لا يدركون أن قوات بلاده تنتشر على وفق دعوة من الحكومة في بغداد كما أن أي إجراء تقوم به واشنطن في العراق يسبقه تنسيق كامل مع السلطات الحكومية وفي ذلك ما يفند حديث لجنة الأمن والدفاع النيابية عن أن تحركات المسؤول الأمريكي تمت بدون علم الحكومة عرّج هود على وتر حساس في الميدان فقال إن الفصائل المسلحة تمنع عودة النازحين إلى المناطق المستعادة لا سيما أولئك غير الخاضعين لسلطة الحكومة كون انتشارهم يثير مخاوف لدى السكان إن وجود فاعلين مسلحين لا يخضعون لسيطرة الحكومة الكاملة ينشر المخاوف بين الكثير من النازحين ويثنيهم عن العودة إلى ديارهم وإذ يأتي تصريح هود كأحدث رد فعل أمريكي على دعوات مريدي طهران لإخراج قوات بلاده فإنها تضع الحكومة بزاوية شديدة الحدة فقد أكد أن بقاء الأمريكيين كان بطلب منها ما يعني أن أمر الخروج غير قابل للنقاش ومن جهة أخرى يسحب كتلة التوازن من يد عبد المهدي ويجعله المسؤول عن بقاء القوات الأمريكية بنظر حلفاء سليمان في العراق وهم من منحه رئاسة الحكومة فكيف به بين يد إيرانية تتغول وأقدام أمريكية ثقيلة ضاق العراق به وبهم